ومضة قرآنية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان ما العلاقة بين القرآن الكريم وشهر رمضان وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد العلاقة بين القرآن الكريم وبين شهر رمضان كعلاقة الروح بالجسد الجسد لا يمكن أبدا أن يحيا بدون روح تسكن فيه والروح لابد لها من جسد تحل فيه علاقة لازمية بين القرآن وبين شهر رمضان إذا أردنا أن نعرف هذه العلاقة أكثر وأكثر فعلينا أولا أن ننظر ماذا حدث في رمضان فيما بين القرآن وما بين رمضان أولا أنزل الله تعالى كل الكتب السماوية في رمضان أنزل التوراة في رمضان والإنجيل في رمضان والزابور في رمضان وأنزل القرآن الكريم في رمضان هذا أولا ثانيا لما نزل القرآن نزل في رمضان في ليلة القدر فقال الله تعالى عنها ليلة القدر خير من ألف شهر وهي ليلة عظيمة من ليالي رمضان يضاف إلى ذلك لما نزل القرآن في رمضان شرف الله رمضان ففرض علينا صيامه يضاف إلى ذلك أيضا أنه لما نزل القرآن في رمضان أوجب الله تعالى على الصائم أن يتعبد لله تعالى بتلاوة القرآن في رمضان فما أجمل أن يصوم الصائم رمضان وأن يقرأ من القرآن أكثر وأكثر وأن يتزود وأن يعمر نهاره وليلة بتلاوة القرآن أو بسماع القرآن الكريم ولذلك قال الله عز وجل هنا في هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي شرف الله الزمان زمان رمضان بنزول القرآن فهناك علاقة معناها التشريف والتكريم بين رمضان وبين القرآن لذلك هما معا أعني القرآن ورمضان يشفعان ويشفعان في العبد يوم القيامة وهذا من رحمة الله تعالى لكل صائم قائم في رمضان بتلاوة القرآن الكريم هذا والله أحلم ترجمة نانسي قنقر